تعد عملية ضبط نوم الأطفال من أهم المشاكل التي تعاني منها الأمهات خاصة في السنة الأولى من عمر الطفل وفي هذا الصدد يؤكد الأطباء على أهمية أن يتم تنظيم مواعيد نوم الأطفال خاصة في الأشهر الأولى من الولادة لما لذلك من إنعكاس إيجابي يمتد إلى الأشهر اللاحقة يمكن للأم ضبط نوم طفلها من خلال تعليمه بأن الليل هو الوقت المخصص للنوم وأن النهار هو الوقت المخصص للعب وذلك ممكن حتى لو كان الطفل لا يزال في الأشهر الأولى من العمر لذلك يجب أن تركز الأم على ممارسة الأنشطة المختلفة مع طفلها أثناء النهار كاللعب معه لإبقائه مستيقظا أطول فترة ممكنة يمكن أن تقوم الأم بتهيئة طفلها للنوم في الليل عن طريق إطعامه في غرفة شبه مظلمة وخفض مصادر الضوء والصوت حوله حتى تتكون لديه فكرة عن الاختلاف بين الليل والنهار ويعتاد على النوم عند حلول الظلام هناك علامات تؤكد للأم استعداد طفلها للنوم كالتحديق في الفضاء وكثرة البكاء والتثاؤب والتمدد كثيرا كما أنه من الممكن أن يعبث الطفل بأذنيه كدليل على نعاسه وأن وجود دوائر باهتة حول عيني الطفل تشير إلى حاجته للنوم ينصح الأطباء الأمهات بمراقبة نمط نوم الطفل الرضيع في الأسبوعين الأولين من ولادته ووضع جدول زمني خاص بالطفل للسير عليه بهدف تنظيم نومه ومعنا أخصائية الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة مهى عبيدات صباح الخير دكتورة أهلا سهلا فيك صباح الخير كيف حالكم بخلينا نبلش بعدد ساعات النوم الطبيعية للطفل بسنته الأولى قديش لازم تكون باليوم؟ طبعا أكيد نحن هلأ منقدر نقسمهم لفترات عمرية لأن كل فترة عمرية لها تقريبا عدد ساعات معينة لازم ينامها الطفل فإحنا الفترة الأولى هي حديث الولادة اللي هو إحنا عم نحكي على شهر وممكن حتى تمدد لحد الأربع شهور بينام تقريبا 16 إلى 18 ساعة ومن عمر الأربع شهور لعمر السنة بينام كمعدل من 12 إلى 16 ساعة طبعا إحنا منحكي عن النوم اللي خلال الليل ساعات الليل بالإضافة للقيلولة اللي خلال النهار تمام هلأ في أطفال كتير ما بيناموا عدد الساعات اللي حضرتك حكيتي عنها سواء من شهر الأربع شهور أو حتى بعد الأربع شهور هون بتكون في عند الطفل مشكلة معينة ولا هي هيك طبيعته مثلا؟ هلأ في أطفال ممكن أكيد إحنا دائما لازم نفكر بالمشاكل عشان نقدر أنه إحنا نتلافاها ليصير الطفل ينام نوم أفضل وأحسن فإحنا كتير مرات الطفل لازم نعرف أنه إذا بيمر مرات بإيش إحنا بنسميه طفرات نمو وممكن يكون نوم شوي أخف طفرة النمو بيكون عادة أن الطفل فيها عم يرضع كتير كتير زيادة عن اللزوم فالأم بتحكي أنه طول الوقت قاعد عم يرضع وبالمقابل بيكون نوم وشوي أقل وشوي نكد بالتالي بيكون وهاي بتمر أكتر إشي فيها خلال السنة الأولى من العمر وأكتر شي خلال الستة شهور الأولى من العمر وراها بيكتسب الطفل الأم بتلاحظ أنه كسب وزن أو اكتسب حتى مهارة جديدة هلأ برضو لا ننسى أنه كمان فيه أشياء تانية زي مراحل التسنين وزيل حتى الأمراض وبالأخص الأمراض الفيروسية ممكن شوي تخفف من الكواليتي تاعت النوم عند الطفل نعم بس هلأ إحنا دائما منسمع أنه بيقولوا النوم صحة فبدي إياكي دكتورة تشرحي للأهل ضرورة أنه الطفل ينام خاصة بالأربع شهور الأولى اللي فيها بيصير التكوين أكتر للطفل أكيد مية بالمية إحنا الطفل لازم إحنا هذه المشكلة الكبرى عند الأهل أصلا أنه والله البيبي عم بينام كفايته ولا ما عم بينام كفايته هي شو الفكرة بالكفاية النوم أنه إحنا فيه عندنا حتى بعض الهرمونات اللي خاصة بالنمو بتنفرز خلال الليل فإحنا عشان هيك دائما منحكي للأهل أنه حاولوا أنه نظموا نوم الطفل بحيث أنه ينام الليل هي الفترة الأطول هلأ يمكن هذا يكون الشغلة شوية صعبة خلال الأربع شهور الأولى من عمر الطفل لأنه ما بيكون الطفل لسه جاهز بأنه يميز الليل من النهار لم يميز الطفل لا أول فترة الطفل ما بيميز الليل من النهار عشان هيك الأمهات بيظلهم يحكوا أنه والله ابني عم بينام طول الليل وعم بينام طول النهار وعم بيصحة طول الليل فلا الفترة الأولى الطفل ما بيميز فيها عادة إحنا الطفل ببالله شي يميز الليل من النهار بعد عمر الأربع شهور بس ممكن أنه يكون بكير لدرجة أنه ممكن حتى خلال ست أسبوع إذا كانت الأم كتير بحظوظة بدي أسأل هون عن دور الأهل عن دور الأم بالتحديد كيف أنها تقدر يعني تنيم الطفل ساعات الصح خلال فترة الليل إيش لازم يعملوا بالضبط كيف لازم يتعاملوا مع الطفل نعم تمام إحنا هذا اللي بنسميه هو تدريب أو السليب ترينينج أنه تدريب الطفل على النوم نعم أنا بدي أحكي للأم أنه ما تشد كتير على حالها أول شهرين من عمر البيبي لأنه الطفل لسه ما بيميزه وما حيتجاوب معها كتير بعد هذا العمر ممكن لأ أنه الأم تتبلش تعمل روتين الروتين اللي هو إحنا نحاول دائما نخفف الضجل إزعاج حوالين الطفل بالساعتين ثلاثة اللي قبل الموعد المحدد للنوم بحيث أنه إذا عندنا ضيوف والله إحنا جاي أو إحنا رايحين عند ناس أو كذا نروح بالضبط نروح أساس أنه نهي الجو المناسب للطفل طبعا إحنا تلقائيا أول سنتين عمر الطفل ما لازم يتفرج لا تلفزيون ولا تليفونات ولا شاشات بالتالي هدولا ممنوعين أصلا خلال هديك الفترة فالأم هات اللي يعني بنغصبوا مع أنه أنا ما بعتبرها أنه هي حجة بس أنه يعطوا طفل أو يورجوا أو يقعدوا قدام تلفزيون لا نبعد عنه خلال الساعة أو ساعتين قبل النوم حتى نحاول قدر المستطاع خلال الساعتين قبل النوم نخفف التلعيب يعني إحنا بيكون الأهل يمكن خلال النهار في دوامهم ما بيشوفوا أبنهم كتير منيح بيروحوا على البيت بيحسسوا بدهم يعودوا عن الفترة اللي هو غابها خلال النهار فلازم يلعبوا إحنا التلعيب لزيادة خلال الساعة أو الساعتين قبل النوم بيخلي الطفل يكون شوي نشيط أكتر وبالتالي بيطول أكتر بالنوم طب شو رأيك بالأطفال اللي هم بيناموا بالضبط نفس ساعات نوم الأهل يعني إذا الأب والأم مثلا بيناموا الساعة واحدة فبتلاقي الطفل بينام الساعة واحدة وبسحى الساعة تمانية يعني ما بينام عدد الساعات الكافية هذا الحكينا عنه قبل شوي إنه طبعا هذا الإشي بيأثر على نمو الطفل عم بحكة عن نمو الجسدي وحتى على النمو الذهني والاكتساب القدرات للطفل لقدام مشان هيك إحنا عادة منحكي الوقت المناسب للنوم هو تقريبا الساعة تمانية للساعة تسعة بالليل وبالتالي يأخذ العدد الكافي من النوم خلال فترة المساء طب هل بتفضلي دكتور أن الطفل بينام عند أهله ولا ينام بغرفة مستقلة وهل يعني هذا الموضوع بيأثر على نومه وأن يكون النوم عميق وأنه يقدر ينام ساعات أكتر أكيد هلا إحنا إذا بنحكي حسب التوصيات فإحنا الطفل يفضل أنه خلال ستة شهور الأولى حتى الأفضل حتى خلال السنة الأولى أنه ينام بنفس الغرفة اللي بينام فيها الأهل بس طبعا بيتخت منفصل يعني إحنا ممنوع أنه الطفل ينام بنفس التخت اللي بيناموا فيه الأهل هلأ بعد هيك إحنا ممكن أنه نقدر نفصل للطفل ممكن بعد دراسات لاحظوا أنه لما نفصل الطفل لغرفة تانية ممكن شوي الـ quality of sleep بتاعته تكون أفضل أحسن لما يكون لحاله لما يكون لحاله عم نحكي إحنا بعد الفترة اللي هي من 6 إلى 12 شهر الطفل دايماً لما يخصوصاً للأطفال على فكرة اللي برضعوا رضاعة طبيعية لما يكونوا دايماً بالغرفة اللي موجودة الأم فيها بيشموا ريحة الأم بيشموا ريحة حليب الأم بالتالي بيظلهم دايماً حاسين أنهم لازم بالزبط بس إحنا ما بيصير أصلاً على كل الأحوال أنه إحنا ننقل الطفل على الأقل قبل ستة شهور لغرفة منفصلة تمام نقلوا الطفل بعد عمر السنة وصار يبكي شو الحل نتركه يبكي لحاله أو المفروض أنه تكون في مراعاة لهذا لا أكيد في مراعاة هلأ في كتير أساليب عشان إحنا نعلم الطفل لنهم خصوصاً بعد عمر السنة هلأ واحدة منها زي ما أنت تفضلتي لأنه نترك الطفل يبكي هاي واحدة من الأساليب أو المثلز المعروفة عالمياً هلأ بس طبعاً في إلها تكنيك معين نحن كيف نعرف أنه البكاء هذا عادي عم بتدلع بس بده انتباه ولا هو بيعاني مثلاً عنده مغس عنده مشكلة معينة هلأ أشوفي هاي مغس وكذا إحنا عادينا عم نحكي على الفترة الأولى أكتر لأنه عادة مغس الرضا ومغس الأطفال هو بيكون خلال أكتر شيء أول ثلاثة شهور من عمر البيبي بس إذا الأم تأكده أنه البيبي ما أكل كويس إذا عم نحكي بعد عمر الأربعة لستة شهور راضع منيح يعني ما أخذ كفايته من الشبعان يعني خلنا نحكي ما في عنده أي مشاكل تانية زي حرارة زي استفراغ زي أي مشكلة مرضية إحنا عارفين أنه البابي ما قاعد عم بيسنن فهذا الإشي بخلينا نحكي أنه لا البابي ما عنده مشكلة خليه يبكي بس طبعاً لفترات محسوبة هلأ إحنا هلأ إحنا برضو لما إحنا بنعود الطفل حتى أنه ينام بالأسلوب اللي إحنا بنسميه نترك البابي يبكي اللي هي بدها تكون فترة محسوبة يعني إحنا بالأول ممكن أنه إحنا نترك البابي يبكي لفترة تقريباً عم نحكي على دقيقتين بعدين إحنا بنرجع من طول عليه بعدين شوي شوي من بلش نزيدهم للطفل يحس أنه لا أنه أنا بالآخر لازم أعود حالي أنه أنا أنام لحالي فإحنا من دقيقتين بعد يمكن يصيروا ثلاثة يمكن يصيروا أربعة وهكذا بس ممنوع نترك الطفل يبكي أكثر من خمسة عشر دقيقة في نصائح معينة تحبي تقدميها للأهل بهذا الخصوص دكتورة أكيد أنا بدي أحكي للأهل بس كتير ضروري أنه الأم تصبر يعني أنا ما بديها دائماً الأم تحس أنه هي مضطرة أنه تظلها سهرانة وأنها تعبانة وكذا وبالتالي أنه تظلها حاملة البابي فإحنا حاملة البابي وهزهزت البابي أنا ما عندي مشكلة فيها أكيد بالفترة الأولى بس بدها تعرف أنه البابي لساعته مش قاعد يتعود عليه ونهار فبديها هي المرحلة الأولى هي المرحلة الصعبة بديها شوية تتجاوزها بشوية صبر أكتر وبعد هيك الأمور إن شاء الله أنها بتمشي يعني أكيد ننشكرك دكتورة أخي زائية الأطفال واحد يصير بلاد الدكتورة معها بعد ذات شكراً لألك شكراً لألك ويعطيك العافية شكراً لألك ويعطيكم ألف عافية أهلاً أهلاً شكراً لألك ويعطيك العافية